الدرس الثاني عشر المجموعة الفارغة استكشف استعداداً للاحتفال بعيد الفطر حمل الأطفال صناديق الحلويات ليتعاونوا جميعاً على حفظها في علب أمثل الصناديق التي حملها كل طفل في مجموعة حمل أمين أربعة صناديق لذا نمثل المجموعة برسم أربعة صناديق أما ويام فحملت صندوقين فنرسم لها داخل المجموعة صندوقين في حين لم يحمل أشرف أي صندوق إذن نترك له مجموعته خالية أتدرب ألون العربة الفارغة العربة الثالثة هي العربة الفارغة لذا سنقوم بتلوينها أوظف أجزئ مجموعة الحيوانات نقوم بتجزئة مجموعة الحيوانات إلى مجموعة تطير وتضم النصر والطير والفراشة والنحلة مجموعة تزحف وتتكون من الحلزون والأفعى مجموعة تسبح وهي مجموعة عدد عناصرها صفر أربط كل مجموعة جزئية بالرمز المناسب هكذا مثل ما سنفعل الآن أقيم أكون مجموعة فارغة داخل مجموعة الغلال وأرمز إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر